أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه تم خلال العام المالي الحالي تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه وذلك من خلال الاعتمادات التي تم تخصيصها لدووين عموم المحافظات وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماحة بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي إلى جانب تسييل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين